أنا عايزة هتتغور أنا عايزة والشاشة واي رعي الله أنا أصلي بتعلم بصعوبة شوية مقت خين خبية معلش ما بفهمش الناس بسرعة بس يوم ما بفهم ما بقى واحدة تانية خالص وبما إن الفلوس صوتها عالي فمن هنا ورايح يا نجوة ما فيس صوتها يعلى عن صوت وضبوها حيوه يدوكة كام يا نجوة أخدي فلوس كتير تستاهل يعني تستاهلت بعيني وترمينها هنا كده ولا تكونيش عمالتي اللي عملتيه زكتاً عن نفسك اوه يا بنت تكوني حبيتين مع الدولة بس هو بيني وبينيك يتحبك جيبه عمران وزي ما انت قلت شغلانتك دي شغلانت مزاج زي شور بالقهر بالصبت وانت مزاجة عاري قوي صواتي ماجهة عياتي اوه ولا تفتكني لحدة عبرك ولا يسمع حتى صوتك ويجي ينحدثك حرام العسكري اللي هي ببرة ده تلعى الظروفه صعبة قوي زي أنا كده بالصبت القضية دي تقفت ولا لسه لا يعد يقول لي بالأسف لا هنت خارجة بكفالة يا بايل لن من دفعها؟ أنا اللي دفعتها شكري قوي يا ستاز مختار إن شاء الله بكرة فلوسك هتكون عندك أصلاً ما احتنا عايزة رواحنا شايمائها لا لا انت عباتي عندنا اللي مش هينفعاجي عندكو أصلاً أنا خارجي من عندكو بقميس النوم والناشتس كلها شافيتني وانازم عندكو كده وكفافة لا يحاول حد كده طب يولا بس نتغدى الأول وبيعنا نتكلم في الحكاية دي أستاذ مختار بجد أنا بشكرك على كل حاجة عملتها معي أنا مش عارفة أرده لك جماعي لك إزاي ملا هترده لو هتعملي أي حاجة ما عارف اللي في دماغك بصها مندي لشان تعملي اللي في دماغك ده وتاخدي حقك لازم تفكري في الخطوة الجاية وتحسي بيها كويس أوي خصوصاً بعد ما عرفتي قوت خصمك قد إيه حضرتك تتكلم عن إيه تتكلم عن ماضياتنا كلنا مش قضية ليلة لوحدها قضية أي حد تزلم وعايز ياخد حقه وعايز ياخده بالقانون بقى إنه عارف ومتأكد نخصمه له قانون تاني خالص قانون خاص بيه يلا إلا عالبيت وقع ما دهيقنا لنهانك أنا للأسف مش عارف أجي معيك وعندي معاد مهمة روحوا أنتوا تفوت دولا طيب يلا طيب با طيب 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 يعني إيه اللي انت بتقوله ده معنى إيه الكلام ده يعني هي تخرج ونفض المرمية هنا ومالحنا كنا بنعمل ده كله ليه إيه دي بس يا نوكا مش كده ما ينفعش حد فينا يظهر معاك ده ضد اللي إحنا عملناه وبعد إما أنا ممكن أدفع عنك بس هيكونوا عرفوا بقى إن أنا كنت خطيب ميرفت وإن علاقتي بك يعني مشكوك فيها المعدة وما ينفعش يبعث المحامين بتوعه وإلا هيعرفوا إن إحنا كنا تابعه خلاص يا حبيبي شوف محامي تاني بقيد عنك وعنه إيه صعبة دي مش صعبة ما هو ده اللي كنت نوع أعمله بس الصبر شوية نوكا كلها يومين إن شاء الله تلاتها وتطلع عارف لو عملت حاجة كده ولا كده ولا كده ولا كده أنا عارف إن لسانك قد كده وتبيع بوك في لحظة كلها يومين تلاته وتطلع خلاص أنا قلتها كلمة دفع؟ آه اللي اتفقنا عليه ولا لأ؟ آه طبعا حلو قوي نصيبي بقى إياك تيجي جنبه إيه ده يا نوجة ده يا نوجة ده اسمه كلام إيه بعليك بقولك إيه هتيجي نطلب من الرجل ده إرشين زياد لا إرشين إيه ده إحنا نطلب مبلغ على بعضه نطلب مليون جنيه آه آه إحنا طلعنا هو بلاقاه وفي اتفاقنا بينا وبينه تعرف المنصور واخد كان في العملية اللي عملها وما طلعش من وراه بحاجة؟ واخد كان؟ خمس ومئة ألف جنيه أو أقسم بالله إزا ما بقولك كده لو حبيتي أنا معاكي بس تبقى في ظهري يعني لو بعد حد يستكشف كده ولا كده يسألك هنا قولي له آه أنا تعبت في السجن وعايز الفلوس زيادة وبعدين لازم تصممي إن اكتخدي الفلوس دي قبل ما تخرج من هنا وانا أخد الفلوس قبل ما أخرج إزاي يعني؟ عادي يعني أستلمها لك أنا آه أنت مش عندك حساب في البنك؟ آه عندي حساب قديم كده مفهوش خمس تلاف جنيه على بعض خلاص هاخد الفلوس منه أحطها لك في حسابك وأجب لك إيصال بإدعاء المبلغ قلت إيه؟ ماشي ماشي محمد الله على السلامة كنت فمن زمان يا نوجة طب أقولك إيه؟ ابقى أعمل إدعاء للفلوس القديمة اللي عليك يا حبيبي بالمرة ماشي ده أنت قلبك سود قوي بناس يومين وهتطلع جميل إحنا عايزين نعمل إعلانات عشان نجيبن موظفين جدد لازم السوق كله يعرف أن الشركة راجعة تشتغل تاني وطبعا إحنا محتاجين راسمات كبيرة مش هينفع ننزل السوق بأي راس مال صغير ولا حاجة ماينفعش ننزل السوق كان هنا لسه منبتدي ولا أنتو شايفين إيه؟ انت بتفكر في ايه؟ عايز اقف وصدن مع الدوه في كل حاجة وصده في السوق وصده في المحاجة حتى في بيته عايز اعرف عنه كل كبير وصغير عايز ايبان قدامي كأنه عاريا عشان يوم اقول خلاص انا هاخد حقي ما عرفش يفلت من تحت قدي مع الدوه على فكرة كان له اخ كان راجل محترم هوي انا قابلته اكتر من مرة السوق انتو عارفين السوق بتاعنا السوق صغير الشركات والمكاتب اللي بتتنافس وليلا انا كنت من اهم المكاتب اللي بتشتغل في المجال ده اقول مع الدوه ده جالي مرة تقابلنا مع بعض اول لقاء بينا وبين بعض حصل فيه تصادم بعد كده الراجل جالي اكتر من مرة ولقيته قلطف من الاول حصل بينه وبينه كده علاقة يعني تقدرش تقوله انها علاقة صداقة بس كانت علاقة محترمة الراجل ده كان دايما بيشتكيله من تعاملاته مع الداوي وطريقة ادارته للشغل بس هوه ما كانش بيقدر يقوله لا لان اخوك كبير وهو اللي ماسك كل حاجة يعني كل حاجة كان في يده تقريبا وكيف مرة قبل ما يموت بشوق كده قالينه خايف 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 على بنته وعلى فلوسه وعلى حياة اللي عملها درجة انه بيفكر انه هي اجر لان الحياة هنا ما بيتش كويسة ساعتها انا حسيت انه بيلمح عن علاقة باخو ده اللي هو والد رابي انا شفتها فعلا عنده في الفيلا لما روحت هناك بالزبط طب حضرتك بتوصل ايه؟ اقصد ان المعداوي تعاملاته في الشغل ما كانتش سويا يعني لو احنا قدرنا نوصل لحاجة ما لحاجات دي هيبقش اقايل